بموازاة اجتماع بلينكين في القاهرة استطافة الأردن اليوم اجتماعا للجنة الوزرية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حذر من خطورة الوضع في قطاع غزة دعيا إلى بضعافة الجهود لمتابعة التطورات والتصعيد فيما قال وزير الخارجية الأردنية إيمان الصفدي بأن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليم فيها اشتركوا في القناة